السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل النهجات حبيت باش نتحدث هذه المرة في موضوع اللي يتعلق ببوتفلقة وتحطم الطائرة وكذا المغرب أتحدث وأنا مضطر يعني مضطر بمعنى أنه لم أجد ناس يعني عمروا لي عينية هكذا بالتالي أضطر مرة وأخرى لإدلاء ببعض التصريحات ولا ببعض المداخلات هكذا حتى باش نمد وجهنت عن نظر أخرى أولا قبل ما نبدأ في هذا التعليق بيودي أن أترحم على كل الإخوة اللي سقطوا في هذه الطائرة في بوفيريك ربي يرحمهم جميعا ورب إن شاء الله يكون مع العائلات انتاحهم ورب إن شاء الله يلطف بولادهم وبالعائلات انتاحهم ورب إن شاء الله يكون معهم بحبيتش نتحدث مباشرة بعض سقوط الطائرة أولا احترام من هذا الناس اللي ربي يرحمهم وتوفاوا وكذا العائلات انتاحهم وكذا للجو العام في الجزائر يعني في الجزائر الناس راها في حداد ما لازمش الإنسان يتحدث في تلك الأوقات حتى باش ما يزيدش على العائلات شفت وسمعت بعض الإخوة هكذا اللي قاموا بالتعليقات منهم اللي يتحدث من أجل الحديث يعني ما هو فهم فيها كما يقولوا في البلاد الترن ويتحدث وفهم الناس يتحدثون من خلفيات يعني هو عنده خلفية ويستغل مثل هذه الأوضاع على جلبه شوية ينشر السموم نتاعه والله على جلبه شوية يحاول يستثمر هذا الحدث ويحاول يوظفه للأجندن نتاعه والله انتاع السياده ولما نقول في هالكلام أنا لا أقصد شخص معين الكلام نتاعي هذا أراه عام سواء هذالناس كانوا في الجزائر ولا كانوا في الخارجة قبل ما انتحدث على الطائرة بيودي هو أن أتحدث على بوتفليقة وبوتفليقة ما نشرح نعارضه لأنه أنا بالنسبة لي بوتفليقة انتهى ذاك العام وإنما حول هذا الخرجة نتاعه الأخيرة واللي مباشرة بعدها جاء هذا السقوط نتاع الطائرة ومش نتحدث هو عليه كشخص هو راهو محسوب إلى الآن راهو محسوب رئيس بوتفليقة خرج هذه المدة الأخيرة حسب وسائل الإعلام المختلفة وحسب بعض المحلين هذو قال لك منهم باللي راهو خرج هذا يراها بداية نتاع الأهدى الخامسة وخرج والخاص والعام شاف الصور نتاعه كيفش يظهر يعني لا يستطيع التحريك نتاع اليد نتاعه ركما شفتوه والإنسان اللي قلت هانا راني عدة مرات الإنسان اللي راهو يعتقد باللي راهو بوتفليقة هو اللي راهو يحكم في البلاد هذا راهو إنسان راهو حمار متكسل في راسه راني قلت هاش حال من مرة يعني هذا الراس انتاعه حابس ما هوش يفكر وإما أنه يبلعط يعني يكذب ويبلعط وكذا المصالح انتاع الرئاسة هي اللي راهو تخدم راهو عنده كتاب راهو عنده مستشارين راهو عنده رؤساء انتاعها مكاتب انتاع أقسام انتاع كذا راهو هم يشتغلوا صرت فيه بعض التحولات بحيث هو أنه وزيح بعض الجنرالات وزيح بعض الولات وزيح بعض المسؤولين سواء في الداخل ولا في الخارج إلى درجة وأنه يعني صار كل إنسان يعارض في القيد صالح والله في بوتفليقة ولو في جنزاء يلا يسمعوا بيه برك يلا قال روح تروح لداركم وتحتى الناس اللي رام يخدمهما في مناصب حساسة ما يش حثنا على يعني هكذا عامة الناس إذا نظرك هو هذي الخارج انت عبد في اللقاء هو مره مخرجوه راكم تشوفو فيه سوقو فيه تيرينو في كرسي وممشيو فيه من أجل أخذ صور أمام الناس حتى باشهما الناس يعرفوه بل يراه وما زالوا حي خطر علام مره على مره ادخل شائعات بل يسيده ذاره وماتوا وراه وكذا يخرجوه بل يراه وما زالوا حي ولكن حتى هما حتى الناس اللي راهم معاه راهم مقتنعين وعندهم يقين بل يراه وحبس ما يش تحدثنا على المعارضين انتوحوا يو الناس اللي معاه ولكن هما شي اللي راهم خليهم هو مستمر مستغلين هذا كل منصب انتاعوا من أجل التحذير للمرهلة الجاية خطر علاها كاين بعض من الناس اللي هما ديرين رواهم باللي راهم معارضين ولكن هما راهم يخدموا فيها وخدموا في هذه الإصابات يا أخي أنا را حصلت مثلا بعض التحولات أنا منسميها كي ما راهم يسميها البعض انتاع التطهير وهذا ما الكلام تائي ما يعنيش هذا الناس كي نكون واضح مليح ما يعنيش هذا الناس كان فيه بعض التحولات مثلا نراه ابو تفليقة أزاح بعض الاستئصاليين لما كان صحيح ابو تفليقة قال مثلا نراه أبعد بعض الناس هكذا اللي كنت فيه دوائر معينة مزيرة عليه او متحكمة في الاقتصاد إلى غير ذلك او استطاع بالتعامل مع ناس خرجوا للخارج وضخوا اموال في مع البلشنا في حسابات معينة هكذا استطاع هو انه يتهرب عليهم او يلعب عليهم او يتحيل عليهم إلى غير ذلك المهم العودة العودة هذه المرحلة تعتفق بمعنى انه يعني العودة للسفر راكاين كما قلت انا تحولات ذرك روح هو هو راو استعان هذا بالقيد صالح استعان بطرطاق استعان بجهات اجنبية استعان برؤساء حزاب استعان حتى بقنوات فضائية قنوات فضائية موش بالضرورة هو انك انت رك تخدم معاه كاين اللي يراه يخدم معاه مثلا كما النهار وكاين اللي يراه يخدم فيه مثل المغاربية يخدم فيه لما انت تجيب ناس ممقوتين وتجيب ناس مكروهين وتجيب ناس ما عندهم حتى مزدقية وتجيب ناس هما يتحدثوا في حديث انت عمقاهي وانت عكذا وينقلوا في اشياء غير دقيقة انت رك تخدم فيه لما تجيب انت واحد كما هذك نكاز هذك ويقول لك بل السيد رام ديرينه بالطروادي وراه وكذا وراه وكذا وراه وكذا يهل ترى هذا الحديث هذا هو راه يارض في بوتفليقة هو يخدم فيه هم يخرجوه لكاسيدي لبغى راهو محنط كما يقولون لبعث هم يخرجوه لك راهو في كرسي وهم الناس يشوفون ورام يزغرتوهم ويعيطوهم تجيب تخدم فيه كاين اللي راهو يخدم معه وكاين اللي راهو يخدم فيه هم يخرجوه خرجوه اولا على جلبه يطمئنو الناس على بالهم الناس وعلى بالهم والناس هتحذر في الخليفة وفي نفس الوقت ما مش حابين هذا الناس اللي راهو مذركة في الرئاسة والانتوراج ما مش حابين هم يعطيوا الفرصة لعودة هذا الجناح اللي كان ذهبت في التوفيق والناس اللي معاه امكانين راهو محتم بعض الصحفيين كمعنباكم بهم وبعض العسكر اللي راهو موجودين في الخارج منهم اللي راهو يلع في دور تعم وعارضة ولما عنده حتى معارضة وكان بعض البلطاجية اللي راهو يستربوهم في بعض الصور والله بعض الملفات هكذا كلهم جهاز تعمل التوفيق هذا والجماعة اللي معه هم من اجل على جلبهش يدفعوا الى اعادة التوفيق وكان منهم اللي راهو يستعملوا فيه هو يساب في التوفيق ويساب في القاية صالح ويساب في ايديك وديروحه باللي راهو معارضة هو راهو يخدم فيهم اذن هما يدفعوا في جناه يستغلوا هذك الوضع لاستخدام يعني اهدرتهم فيه ايش حال من المرة استخدام المادة انتع الدستور باللي سيد هذا راهو مريض وكذا 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 باش هما يعودوا ويرجعوا لذلك انا دائما نقول لكم باللي نركز على العمل الجماعي لابد هو انه يكون فيه عمل جماعي ولابد هو انه يتم تحذير بديل قبل ما تفكر انت في المادة هذه ولا تروح لها لازم يتحذر بديل ولازم يكون عمل جماعي لانه عمل جماعي يراه ورايحه ويغلق هذه المنافذ والثغارات هذه اللي يدخلوا منها هذه الجماعي لانه هما يستغلوا اي حادثة يستغلوها يستغلوها لضرب القيد صالح يستغلوها لضرب بوتفليقة المهم يستغلوها من اجل على جلبه يخرجوا الجناح هذاك والله يبعثوه وكاين منهم حتى ابناء شعب كاينين اللي يراهم وما ذرك مقتنعين ويخدموا مع التوفيق من ابناء شعب ومن الاحزاب كاينين اللي يخرج لها طي طي لذلك الاخوة والاخوات ما لازمش غير الانسان يسمع حاجة يروح يا اخوة خدم رأسك خدم عقلك خدم مخوك وعلى الاقل اسئل الناس اللي يراهم ذرك مثلا عندهم معلومات اسئل الناس اللي يراهم ذرك هما واصلين اسئل على الاقل الناس اللي يراهم فاهمين والله حتى باش ما ترش انت تدخل معا جماعة معينة هكذا وتصير تخدم فيه ناس بلا ما على بالك اذن هما خرجوه خرجوا بوتفلقاء الشي اللي يفضحهم مباشرة هو الحدث هذان تاع الطائرة يعني منطقيا ذك الانسان يسئل حتى اذا كان رأهم ذرك عندهم منية على جلبه هما يحطوه الاهدة الخامسة مش هو هذي لازم لكم تفهموها رأهم يستعملوا فيهم ماذا بهم يقعد حتى يموت هما رأهم يخرجوه لكن ذرك مثلا تجي اشياء تفضحهم مثلا لو كان ذرك مثلا هذو خرجوه من اجل العهدة الخامسة كيفش هو يروح يحضر التجشين انتاع محطة انتاع ميترو مشي قال ما على باليش انا زوج خطوط ولا ثلاث خطوط ولا انتاع ميترو وما على باليش انا مشاريع كبيرا اللي تستدعي حضور تاع رئيس رئيس ومقعد من فوق هذي يرى هالبش يخرج يعني حادث كبير لو كانوا نقولوا مثلا نخرجوه في هذا الحدث انتاع الطائرة مشي التجشين انتاع محطة الميترو كان مقبول قالوا والله السيدك متشوفوه فيها رغم الوضع الصحي انتاع المهترئ ورغم كذا ورغم كذا ومع ذلك حب علاج البشي شارك هو الشعب الجزائري في هذا الوجع هذا وفي هذه المأساة وفي هذه الحدث كيفاش هما يروحوا يديوا المحطة متاع ميترو وما يديوا للمطار تابوفيريك ويجيوا وقال مثلا هذه العائلات ويجيوا ويجيوا ويجيبوا مجموعة من انتاع الجيش وكذا ويديروا وقال مثلا يعني وقفة اللي يتبين باللي يراه على باله بالحدث وراه وكذا وراه وكذا رسالة في وسائل الاعلام وقال اعلنت حداد وقال كذا وقال كذا يعني يعلن حداد على ورض الجزائرية لمدة ثمانية ايام ثم ايام ورد الجزائرية ماذا قدمت ورد الجزائرية مقابل ما قدمه العناصر انتوع الجيش اللي رغمهما يمدوا في الدماء انتاهم وفي الارواح انتاهم كيفاش دير حداد بثلاث ايام ودير حداد على ورد الجزائرية بثم ايام حتى في دالكاسترو في دالكاسترو ثم ايام وشخصيات اخرى دونه وانو نظلوا ونذكروا فيهم ومناش حنا نقولونكم ديرونا حداد انتاع ربعين يوم ارنا مسلمين ونعرفوا هذه المسائل ولكن على الاقل على الاقل كيفاش في هذا الوقت انتاع الحداد والناس تلعب في كرة القدم في هذا الوقت انتاع الحداد اللي المفترض هو انو كل الناس تنسى الخلافة انتاعها خطر علاه لما يتمس الوطن ما كانش فوقوا المفترض هو انو لما يتمس الوطن هذه الحزبية تموت خلفية سياسية تموت تحط الناس خلافة انتاعها على الجانب وقال الجزائرها مستهدفة يا اخويا انا المعارضة انتعين حطها تحت رجلية الله يلعن هذه المعارضة الله يلعن هذه الديمقراطية اللي هي تساهم في تحتم البلدان الله يلعنها نحطها تحت رجلية جزائرها مستهدفة انا نحط المعارضة انتاعي ونحط الخلفية انتاعي ونحطها الى جهة وتفوت اسدعي الاقل هذه المرحلة انتاع الحداد وتفوت هذه المرحلة التي يمكن هو ان يستهدف فيها الوطن وفيما بعد اخويا مش مشكلة انا نخير الوقت اللي نعرف فيه ونخير الوقت اللي نتكلف اذا انظرك في هذا الوقت هذا انتاع الحداد كان المفترض هو انه تبان هذه اللحمة في هذا الوقت هما دايرين مقابلات في كرة القدم ودايرين حفلات ودايرين كذا الرقص وكذا وكذا في هذا الوقت هذه المفترض هو انه نستعقب عليها الى درجة وانه صاروا ابناء يعني الجزائر يتقاتلوا في بعضهم البعث وين را هذا اللحمة وين را هذا الوحدة الوطنية ما هو الاولى شكون هو المستفيد من هذه السراعات شكون هو كيف في هذا الوقت انتاع الحداد تحاول انك تزرع فتنة بين ابناء الوطن الواحد في هذا الوقت هذي ناس مخطين لها حابين يشعلوا الجزائر لذلك ما لازمش اطيحوا في هذا الفخ وكل انا نجيه للقضية هذه انتاع الطائرة ومن بعد نجيه نحكيه للقضية هذه انتاع المغرب لانه مرتبطة بعض هالبعض هذه القضية انتاع الطائرة ذرك الطائرة راها سقطت سواء انه انفجرت في الهواء ولا انفجرت في الارض المهم سقطت وراه كين ضحايا الانسان العاقل والانسان المنصف هو انه في هذه المرحلة انتاع الدماء والدموع كين بعض الاشياء اللي ما لازمش تتكلمها حتى اذا كنت رك على بالك بها ما لازمش تتكلمها خليها يجي وقتها الناس راها تنزف الناس راها تبكي يا اخويا خلي الاقل سيدي تفوت هذه المرحلة انتاع الحداد وتكلم على راها وتكلم بحقائق ذرك هذه الطائرة راها سقطت هذه الناس ذرك راها متوفاوا العدد انتاعهم الحقيقي راه المؤسسين تعي الجيش وهذا الناس اللي راههم في المطار تعبوا فيه راهم على بينهم به على بينهم بالعدد الحقيقي انتاع الناس اللي راهم ركبوا في الطائرة حتى اذا كان راه الزوش راه وتخل معهم ورام على بينهم به ذرك القضية انتا ادفن انتا هذه الاخوة هذو راكم تعرفو يعني رأي العين انسان راه يشوف فيها رأي العين طائرة تفجرت في الهواء ولو تفجرت في الارض المهم راها الطائرة راكم تشوفو فيها رأي العين محروقة بالتالي الناس اللي راههم فيها راهم محروقين كين اللي راه وذركه راه ما يتعرفوش على الملمحن تعو كين اللي راه وذركه تحرك خلاص صار فحمة كين 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 وكين ربما ناس واحد ما على بالي شان اطارت رجله واحد اطار راسه واحد كذا وحد كذا ذرك العائلات من حقهم عائلات قال ذرك مثل نراه ما تبنو والله خوه والله عمه ولا كذا ماذا به لجل بشوا هذك الانسان اللي راهه ذركه هو توفر بيرحمه ماذا به هو على جل بشوا يعجل بد فينا نتعو لماذا لأنه كين ناس راح عند مصاريف ثان يتعبوا من البكاء ومن كذا والناس داخلها خارجة وكم تعرفوا الولاد وكم تعرفوا الحطة في الجزائر مع الاسف الشديد كان لي يديه باله ويديه كذا الاهل انتعو الانسان الميت يعياه مع الوقت ماذا بهم هما على جل بش يدفنوا الميت هذك قال راهو مات اليوم على الاقل سيدي قال يدفنه غدوة او يعني على اقصى تقدير هو انه قال بعد غدوة لكن من الناحية الواقعية ذرك هذ الناس اللي راهم ذرك هما يا اخويا انتا ذوك انا راني قاعد ذرك انا ذوك راني نتكلم دير ميكروفون قدامي وراني نتكلم ولكن هو سهل الحال انا نحل وندير انا الفرضيات وندير اناكذا وندير اناكذا وندير اناكذا ولكن هذا الانسان اللي راهو ذرك هو امام هذه الحادثة تخيله روحك انتا في ذاك المكان حط روحك انتا في ذاك المكان ذو كنتا رك ثم رك في المطار ولا رك في المحيط انتاعه راهجتك هذه المصيبة عندك ذرك كم من عائلة عشرات العائلة تريد ذرك هي تبحث على اولادها المستشفي انتا عين النعجة مستشفيات اخرى هذا طالع هذا هابط نسمح روقة وانتا هي لازم لك رحها كينا في رق لانتاع بحث كينا في رقة اللي هي رحها قل مثلا انا في المخابر اللي رحها تدقق مثلا قال في الجثث رحها كذا مش عمل انتا ساعة ولا انتا ساعتين ولا انتا انهار ولا انتا انهارين وفي المقابل رحها عندك عندك كما قلت لكم أنا لائلات في نفس الوقت ذرك الناس هذا ذك اللي رأهم ذرك في المسؤولية أرانا نعرضو الخط نتاع المسؤولية نعرضوه ونحوسوه إلى تغيير ولكن في نفس الوقت لحط طروحك أنت رأك ثم هاي رأي ذرك غدوة ثم عبد الحميد بن باديس رأي هو الرئيس هاي موجبوت فليقة رأي عبد الحميد بن باديس رأي ذرك غدوة هو الرئيس كيف أشرح أنت تدير أنت مع العائلات هذا كيف أشرح أن تدير خدم يا صاحبي خدم مخدك خدم عقلك وما عندك أنت غير هذه المشكلة هكذا تشوف أنتما رأيها كما يقولون أنت تجد سودي حاجة ويتطرطق لك من هيه هكذا تشوف أنتما رأيك لاتي بهذه المشكلة تعالقا ذي أنت على الطائرة وتحطم منتاحها والعائلات هذي وكيفاش والدفن وكذا وكذا والتحقيق وكذا وكذا في نفس الوقت رأيها مشكل أخرى رأيها نقابات تتحرك من هي رأيها ناس تتحرك من هي في إطار تعالي كرة القدم رأيها عندك ناس رأيها من البر رأيها في الخارج رأيها من يخطوا من أجل انفصال منتاح منطقة رأيها هكذا وفي المقابل وعندك ذلك أنت ناس اللي رأيهم ذلك هما يضحكوا ويستشفاوا ونتا رأيك كل هذا المعارك فيها حط روحك أنت ثم أنا لا أرى أن أدافع النظام أرى أن أدافع للحقيقة فرق بين أنك تدافع للنظام والدفع للحقيقة نقوله أرى هو كين تقصير أرى هو كين مثلا إهمال ولكن لا تقول كلام اللي رأيه خاطئ الطريق تقول أنت بلدك طائرة عندها مرة وسبعين وهي تمشي هذه خردة شمعين خردة يا رجل طائرة عندها هذا سيدي بكلامك أنت مرة وسبعين هي تمشي مرة وسبعين وهي تمشي هذه تقول أنت خردة كيف خردة خردة لما تجيب أنت حاجة تمشي بها 130 طيح ناس طالعين هابطين بالطائرات هذه قول لي قديمة قول مصطلح يعني اللي يكون قريب للحقيقة قول لي قديمة قول لي ربما رأيها قال لرك مثلا لابد من تجديد هذه الطائرة قول لي الكلام منطقي بالصح لي هذا هو الوقت هذه خصص لها قلمة على بلشان الندوة والله دير لها قلمة على بلشان كذلك حتى تدفوت الحادث هذه لي الناس رأيها تبكي والناس رأيها تندب هذا لي الوقت الذي تكلم به الناس على الأقل يحترم الموتى احترم العائلة انتحم خليهم أسيدي على الأقل هو أنه يدفن أولادهم ومبعد يدر الهرب يتكلم على روحك وانتقد وعطي أدلة واحد حرق يا صاحبي منها يدر لك انت في أمور تاع طائرة انت كذا جيب لي واحد قال مثلا كان قائد طائرة جيب لي واحد قال ما لابلي شان بيلوت راح مازال درك ان سيرفيس جيب لي مختصين في هذه المسائل يجي هو يعطيك مثلا تحليل كيف طائرة كيف تخرج في حالة الوقوع كيف تدير كذا كذا جيب لي انت واحد حرق حاوس على جل يدير وغط وقاعد يستعمل في مسائل من أجل تهديد الناس ومن أجل كذا على جل يحصل على تهديد وغط الانبليز يا رجل الانبليز ناس تموت ناس تدفع في الثمن وناس تضحك وتستشفى رايحين يرجعوا الجزائر مسخرة والله العظيم لو كان لقيت الناس يتكلموا يعني بكلام موضوعي وكلام منطقي وكلام موزون للمصلح انت البلاد مش يلبوت في الايقاء ولا لقيت صالح ولا الزيد ولا العمر المصلح انت البلاد والله من تكلم ننتقد لكن ننتقد موضوعية ونختار الاوقات اللي نتحدث فيها كيفاش انت ناس يا صاحبي اكثر من ميتين وخمسين وكذا ونقولوا مثلا واحد مثلا مثلا رأى قال انت تعرض في القيت صالح مثلا والقيت صالح هذا مثلا مات وعندك مشاكل بينك وبينه على الاقل كي تنتقد قال مثلا ربما سيد هذا راه ظلمك وراه دارلك وراه كل ادلة تثبت باللي وراه وراه وتتكلم على الاقل ربما يكون كلام ربما مسموع هذا وش انت علاقتك بينهم انت كين من من كل مناطق البلاد وش مشكلتك معهم انت وش مشكلتك مع العائلات انت هم هذا وراه ابناء الجزائر ماتوا علش تحط روحك خاصة من هذي الناس المعارضين علش تحط روحك انت معارض للشعب مشي معارض للنظام يا اخو يا حط روحك مع ابناء الشعب بكي معاهم علا انت تحط روحك انت رك معارض للشعب نصر تبكي وراه هكذا وانت رك قاعد انت تبرح هنا وهنا وهنا وهي علا في مصلحة من مصلحة الشعب النظام هو يستثمر في هذه الامور وانت تكلم على روحك ذرك رحم وما اعطوهم تعليمات قال يتحركوا هذا القادم تع القطاعات العسكرية ورحم يتحركوا ورحم ويقضيوا ويصرفوا لهم وكذا 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 الناس رح تشوف على أرض الميدان شكونوا ولي رح وقف معهم اسكنت رح وقف معهم ماكش وقف معهم رح تدفع عليهم ماكش تدفع عليهم تدفع عليهم اللي يراه وذرك هو أمامهم يروح يحضر في الجنازة انتاعهم ثمة ويبكي معهم ويروح ثمة قال رح ينظموا في الطريق وراه مكذا وراه جمعية ثمة تشتغل على أرض الميدان وراها هي قال مثلا جيب الكراسة وجيب المغارف وجيب ذيك وجيب ذيك ونظف ووسي هذوك ومن يراهم ذرك ما في الميدان وانترك تحلل يسدي على الأقل جيب تحليل منطقي واقعي اللي هو يلامس الواقع إذن هذه الحادثة هذه انتاع الطائرة لازم لها ناس مختصين مختصين هذا مش حديث عام هذا انتاع اختصاص تا قال مثلا نراهم الناس يعني قال مثلا مختصين في الطيران سواء مهندسين والله قال تقنيين والله كذا هما وكين تحقيق وكين كذا وفيما بعد يسدي ما عليش الناس تتحدث في هذا الأمور يسدي قال مثلا في جزائريين يجيبوا ناس رأ قال مثلا نروح جيب واحد من هذ الناس اللي رأهم يستعملوا مثل هذه الطائرات من دولة أخرى ومن بعد يجي هو يحلل ويجي هو يمد وجهة النظار تا وتقنيا وكذا في هذه المسألة تا الطائر بقات قاضية تا الأمور السياسية هذيك أمور واحد أخرى لكن نجي لهم القضية هذي هن تا المغرب في هذه النقطة بالذات يا هل ترى هذي المسألة كي سمعت هكذا ناس كذيت تحتو هكذا قل لك بللي كانين مجموعة من توقع البوليزاريو وإلى غير ذلك هل ترى هذي القاضية من توقع البوليزاريو رأها خلقت ذرك في هذه الطائرة رأهم اكتشفوها اكتشفو مجموعة باللي رأهم كانوا في الطائرة من البوليزاريو وهذ القاضية عشرات سنين والمسألة هذه رأهم موجودة والصراحة رأهم مازال موجود هل ترى في هذه المرحلة هل ترى في هذا الوقت الإنسان المسلم لما يموت خوه المسلم هو يفرح بالموت انتعه هل ترى الإنسان المسلم اللي اعطاله ربي عقل وعطاله ربي المنطق في هذا الوقت بالذات هو انه يستشفى في أخوه المسلم نسمع في تسجيل بعض واحد من الإخوة واحد يسمي في هذا الناس بالخنازير وما يقول ليش واحد باللي هذا ما هوش مغربي خطر لا مش واحد ولا زوج ولا ثلاثة اللي سمعتهم وكين منهم اللي بالصوت وبالصورة يعني بدون من ظل داخل في تفاصيل واحد ملتحي بالله يلتعو ويتحدث حتى بأمور تعدين ومغاربة ولكن السؤال هل ترى كل الإخوة في المغرب لا أعتقد ذلك كين إخوة في المغرب اللي هما ما عندهم حتى ظلع في هذه المسألة يعني يراهم كما يقولوا كما الجزائريين يا أخي أنا النظام هذا لا يمثلوني في المقابل فيه ناس في المغرب النظام هذا التعلمني كراه لا يمثلهم نفس الشي وهو كين ظلم في الجزائر وفي المغرب وفي كل الدول العربية والمسلمة وفي العالم مش غير حتى في رانا في فرنسا ورانا نشوفه بعيننا راه كين ظلم وكين الطرفيك وكين 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 العنصرية وكين كل شي ولكن الإنسان اللي رأي وعطاله ربي عقل وعطاله ربي الحكمة انتذرك هذا الناس رهم ماتوا يا سيدي كائن من يكونون نرى نشوفنا نحن ناس مننا ومننا ممش مسلمين يا أخي من ناحية الإنسانية ما تقسش الناس وجع حداد انتع شعب كامل حداد انتع وطن وتخرج انتا تسب في الناس ما هو الهدف من سب الموتى ما هو الهدف من إيذاء الأحياء والعائلة تنتاهم الهدف منه واضح هو هذا الناس استغلوا هذه الفورة من أجل إثارة بالبلة بين الشعبين ناس في الجزائر هما رأهم قال هكما تشوفوا المغربة هكما تشوفوك ذا هكما تشوفوك ذا وفي المقابل ناس المغرب قال هكما تشوفوا الجزائريين هكما تشوفوا البوليزاريو هكما تشوفوك ذا في المقابل ناسا هتتحرك من أجل الانفصال هذه لازمكم تخطو تخطو عليها بسبعين خط ناسا هتتحرك سواء في المغرب أو في الجزائر أو في ليبيا راح الناس تتحرك وراح الناس تنسق وراح الناس تخدم وراح الناس حتى توجد في السلاح ولعلكم شفتوا بعض الفيديوهات اللي راحة تثبت الكلام اللي راني نقول فيه الناس راحة تتحرك من أجل على جل باش هي تبني دولة جديدة في المنطقة وناس يلا هتمشي تسمع تسجيل تسمع تعليق والله رجولة شجاعة شجاعة مش في السب شجاعة مش في إذاء الآخرين شجاعة لما تكون أنت في المستوى شجاعة لما تكون أنت عندك مبدأ شجاعة مش هو أنك أنت تسب القيد صالح ولا تسب الجنيرال توفيق ولا تسبك ذا هذه مش شجاعة السب مو الشجاعة والإذاء مو الشجاعة شجاعة راه مبادئ شجاعة راه أخلاق ومش معضيها لأي إنسان هاو الشجاعة ذلك هذا الإنسان هذا اللي راه هو توفى في المرحلة اللي راه هو ذلك ما بقاتلوش ويسقط بالطائراء ويبقى هو متحكم في الأعصاب تاعه ويبقى هو متحكم في المورال تاعه ويدي طائرة ويجنب الجزائر من محرقة واحدة أخرى هاي الشجاعة شفت شجاعة واني مش الشجاعة هو أنك تسب الناس ومن بعد ربما يجيون حولك ذرصة ما تقدرش تنحيها شجاعة شجاعة مش في السب شجاعة مش في التبلعيط شجاعة في المواقف لما انت يعطي لك ربي حكمة ويعطي لك ربي القوة وفي موقف حرج جدا ثم يشوفوا الناس الشجاعة انتعك شجاعة مش انت وتكون انت واحدك وقاعدة تسبه الناس لك أي واحدك لما انت تتكلم تقدر تقول اي شي لكن شوف وش راه ورح يترتب عن الكلام انتعك الناس اللي راه رح تأخذوك وفيما بعد تصير الناس تحرش بين الشعبين الجزائري والمغربي وتصير الناس تتقاتل وتصير كذا علاش اخو يا انا اخي المغربي كي الناس اللي هما تزعجهم هذه كلمة اخي المغربي تزعجهم كلمة اخي التونسي تزعجهم كلمة اخي الليبي تزعجهم كلمة اخي المسلم او اخي العربي تزعجهم هذه الكلمة اخي الامازيغي تزعجهم هما لانه يستعملوا في هذه السياسة انتع فرق تست هذا مجموعة من الاستئصاليين سواء من الناس اللي مشاركين في الجرائم في الجزائر أو من الناس اللي رأهم أيضا مشاركين في الجرائم في المغرب الأخوة والتسامح والوحدة ما تخدمهمش هما يخدمهم انتاع التفرق يخدمهم انتاع التشتت يخدمهم انتاع زرع البلبلة زرع الشكوك هذا هو الشي اللي يخدمهم لا في الجزائر ولا في المغرب إذن الإخوة والأخوات تركوا ما تشوفوا الأمور كلها مرتبطة بالحكم سواء في سوريا والله في ليبيا والله في اليمن والله في أي مكان كلها مرتبطة بالحكم يعني لما أنا تحدثت لكم على بوتفليقة يعني موش فيه شخصه هو وإنما حول الحكم هذا الناس اللي رأهم دركهما سواء اللي رأهم الآن في السلطة والله اللي رأهم وما يسعون من أجل السلطة ويستعملوا ناس ومن أجل خدمة منتاع الأجندات انتاعهم من أجل خدمة انتاع الأغراض من ذلك الإخوة والأخوات في هذه المسألة منتاع بوتفليقة ومنتاع الطائرة ومنتاع المغرب هي كلها مسائل أراها مرتبطة ببعضها البعض ناس رأت خطط من أجل الاستيلاء الحكم ولا من أجل البقاء في الحكم وناس سواء في الجزائر ولا في المغرب يتم استعمالهم كي الناس اللي رأهم خدمين وكي الناس اللي يتم الاستعمال من أجل دعم فلان أو علان والهدف واحد أراه واضح هو الكرسي تحيتي لكم جميعا رب إن شاء الله يلطف بالشعبين الجزائري والمغربي رب إن شاء الله يقيض رجال لهذه الأوطان اللي إن شاء الله تزرع المحبة والأخوة بين الشعبين ومش غير فقط بين الشعب الجزائري والمغربي وإنما الشعوب نتع المنطقة نتع المغرب المغرب الكبير وحتى في الدول العربية والمسلمة وحتى في العالم ناس اللي هما يزرعوا الأخوة والتسامح مش ناس اللي يزرعوا الأحقاد والضغائن واللي فيما بعد تدفع الشعوب الثمن انتاحا هذه كلمتي باختصار إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة